السلام عليكم معكم طلال النقار برحب فيكم ببداية سلسلة اطرابات نقص السوديوم المحاضرة هي هتكون الأساسيات هاشرح فيها المبادئ الأساسية لفهم اطراب نقص السوديوم بداية هات السلايد بذكرنا بأنه اطرابات نقص السوديوم هي اطرابات تركيز السوديوم هي اطرابات الماء بينما لو حكينا عن الايبوفوليم يعني الـ total body content of sodium اللي هو كمية السوديوم الكلية بالجسم فأنا هون بيكون عمي حكي عن مفهوم تاني عن نقص الحجم أو فرط الحجم بحب ذكركم مثلا لو قلنا حكينا عن الايبوفوليم فانحنا عمي حكي عن نقص تركيز السوديوم تركيز السوديوم الطبيعي بالجسم كم؟ 135 او 145 مك باللتر بينما لو حكينا عن كمية السوديوم الكلية بالجسم كمية الصوديوم الكلية بالجسم توصل الـ 4200 ميك بكامل الجسم فهذا الفرق بينه ما يحكي عن كمية الصوديوم الكلية ويحكي عن تركيز الصوديوم بالجسم بتركيز مختلف وهو اللي هذا جزء محاضطنا الأساسي هو عادةً بطلابات نقص الصوديوم أو المشكلة الأساسية بطلابات نقص الصوديوم أنه بيكون عندي كمية الماء زائدة بالجسم الجسم الطبيعي بيوازن بين أخذ الماء وبينطلح الماء بحالحال حالات هي في عندي زيادة بكمية الماء الموجودة مقابل أنه ماع منقدر يطرح الجسم gets re package toкам gets reganatory, gets reganatory, gives way to问题 amen يطرح كمية الماء الزائدة وبالتالي تركيز الصوديوم ينزل فلمرة ثانية نقص الصوديوم هو اضطراب توازن الماء في عندي زيادة بكمية الماء بالجسم مقارنة بكمية الصوديوم الكلية ولحده أنا ضفت كمية البوتاسيوم الكلية كمان لأنه حقيقة الصوديوم والبوتاسيوم ووجهان لعملة واحدة ونشرح بعدين لاحقاً شو مات هذا الكلام خيني اضرب أمثلة بسيطة من الفيزياء أنا في عندي معلقة فيها جرام من الصوديوم وفي عندي كأس من الماء فيه لتر فأنا لما بدي أخلط الجرام مع اللتر هذا حيطل معي تركيز الصوديوم هون واحد جرام باللتر هذا الثرده هو التركيز الطبيعي هذا السائل هو سائل بلازمة مثلا التركيز الطبيعي لأله واحد جرام باللتر فأنا شلون إذا غيرت من كمية الماء وكمية الصوديوم كيف ممكن يصير عندي ذكروا مرتين محتوى الصوديوم الكلي لهون جرام بهالحالة هو اللي بيحدد حالة الحجم الوحائي بينما تركيز الصوديوم كمية الماء وكمية الصوديوم بيحددوا التركيز فأنا مثلاً كمية الصوديوم الكلية ما تغيرت جرام نفسه لساته عندي معلقة واحدة من الصوديوم ضفت عليها لترين ماء أنا كان عندي الأساس الطبيعي اللي يكون في لتر ماء فصار في عندي لتر تاني من الماء فصار في عندي لترين ماء واحد تقسيم اثنين فصار تركيز الصوديم ونصف جرام لاحظوا انه التركيز الصوديم نقص هون بهالحالة بس انا كمية الصوديم الكلية ما تغيرت ما تغيرت كمية الصوديم الكلية مع تحالة الحجم ما تغيرت بهالحالة هاي السلايد البعده انا هون بهالحالة زادت كمية الماء بدل ما كان في عندي واحد جتر صار في عندي لتر تاني 2 لتر بدل الحالة الطبيعية وكمية الصوديوم الكلية كمان زادت بس ما زادت بنفس مقدار زيادة كمية الماء زادت كمية الصوديوم من 1 جرام رصدت 1 جرام ونصف كمية الصوديوم الكلية لو حسبت التركيز بهالحالة 1 رنص تقسيم 2 حيطلها معي 0.75 جرام بالليتر بعده في عندي نقص بتركيز الصوديوم بس لو سألكم عن حالة الحجم بهالحالة هاي في زيادة بالحجم لأن كمية الصوديوم الكلية زادت فهذا مثال تاني عن نقص صودم ترافق مع زيادة كمية الصودم الكريم وبالتالي زيادة الحجم المثال الثالث انه انا في عندي نقص بكمية الماء بدل ما كان عندي لتصاره 0.75 لتر 3.4 لتر وصار في عندي نقص بكمية الصودم بزيادة عن غير متناسب مع النقص بكمية الماء النقص في الصودم كان اعلى فصار في عندي انا هون 0.5 التركيز 0.5 تقسيم 0.75 عفوا 0.5 تقسيم 0.75 70 فبتنا معي تركيز الصودم 0.66 معتها في عندي نقص بتركيز الصودم اقل من واحد الواحد وهي اعتبرناه الطبيعي بالمقابل في هالحالة في عندي نقص بكمية الصودم الكلي لو اني بيطبلكم ياها سريريا هاي الحالة هي حالات الاسهال والاقياع بيفؤد المريض سوائل بيفؤد كمية من الشوارد منيحة مثلا محتوى المعدة او محتوى الامعاء وبصير عنده نقص حجم حقيقي اضافة لانه احيانا بيصيف عنده نقص بالصودم بتركيز الصودم لما بيصير بتعويض مثلا بسوائل المخفضة التوتر الحلولي الماء بدون ما يكون معه اي املاح مثلا الحالة اللي قبله زيادة كمية الصودم الكلية وزيادة كمية الماء الكلية مرضى الودمات مرضى قصول القلب بيكون في عنده فرط حجم بيكون عنده الصودم الكل عالي بالجسم ومع ذلك تركيز الصودم نائس الحالة الاولى اللي هي انه زيادة كمية الماء بدون ما يتغير الحجم الوعائي بيحات السيادة اللي هي أشياشي وهي ربما رح حاول لوصلها وبسطها بهذه المحاضرة مرة تانية حالة السيادة أو هي المتلازمة الإدرار غير المتلازمة الإفراز غير الملائم أو غير المناسب للهرمون المضال للإدرار الـ ADH بيكون حالة الحجم الوعائي الطبيعي ما بيكون في عنده بيكون عنده هدوب التعريف سواء حجمي منكمل فمعناتها عندي أنا ثلاث حالات لإضطرابات نقص الصوديوم إما في عندي أنا كمية الصوديوم الكلية بالجسم منخفضة وهي حالة نقص حجم أو كمية الصوديوم الكلية بالجسم طبيعية وهي حالة سواء حجم أو كمية الصوديوم الكلية بالجسم عالية وهي حالة فرض حجم كمية الصوديوم الكلية عالية بترافق مع كمية أعلى من الماء فلذلك بين قص التركيز سواء حجمي مع زيادة كمية الماء بين قص التركيز نقص كمية الصوديوم بترافق إما أنه الماء زائد مثلا بيساوي بالتعويض أو أنه نقص الماء ما عم متناسب مع نقص الصوديوم وبالتالي يعني يكون في عندي يعني يضيع الماء أعلى وعرافاً ضياع الماء أقل من ضياع الصوديوم وفي تعويض ماء حر مثلاً في يكون في عندي حالة نقص بتركيز الصوديوم مع أنه يعني يتوافق نقص الحجم مع نقص الصوديوم فبنتقل لفكرة جديدة الفرق بين الأوسموزز والديفيوجين الدفيوجين هو الانتشار الأوسموزز يعني صعب ما برفش من ترجمتها ربما الحلول أو يعني ما لقي الترجمة العربية مناسبة لها صراحة لو في أنا عندي غشاء نصف نفوذ هذا غشاء نصف نفوذ يسمح بهذا الغشاء يسمح بمرور الماء ولا يسمح بمرور المنحلات الأوسموززز فأنا عندي هذا الغشاء هذا موجود نصف نفوذ هذا يسمح بمرور الماء من طرف لطرف أو يعني بالجهتين لكن ما بيسمح بمرور هاي المنحلات لاحظوا أنه هاي المنحلات بهذا الجزء الفردوية هي مبلاح صوديوم مثلاً أو أي شيء إلو يعني أي ملح تركيزه بهذا الجزء اليميني أعلى من التركيز بالجزء اليساري وبالتالي الحلولية هون أعلى فهذا بيولي الضغط حلولي بيخلي الماء ينتقل من هذا الطرف لهذا الطرف عمليا الماء بينتقل من هذا الطرف لهذا الطرف حتى يتوازن التركيز على الجهتين فكأنه الماء انتقل من الجهة التي تركيزه فيها أعلى للجهة التي تركيزه فيها أقل لما يكون انتقال الماء عربت الماء عبر الغشاء نصف النفوذ بيسموها الأزموزز بينما الديفيوجين نفردنا عندي غشاء نصف نفوذ مرة ثانية هذا الغشاء يسمح بمرور الشوارد أو المنحلات فقط لكن لا يسمح بمرور الماء فتركيز المنحلات وليكن هي صوديوم مثلا مقابل هذا الصوديوم هي تركيزة أعلى بهذا الطرف مقابلتا بهذا الطرف فهذا الغشاء يسمح بمرور هذه الجزيئات فقط لا يسمح بمرور الماء فلاحظوا أنه بعد فترة سيتوازنوا على جهة الغشاء فهذا اسمه الديفيوجين أو الانتشار الانتشار بتعلق بالجزيئات والأزموزيز بتعلق بالماء نفسه أو السوايق في مفهوم بسيط ربما لازم أعرج عليه وإن كان مالكتير أهمية سريرية الفرق بين الأزمولاريتي والأزمولاريتي لأنه تمره كتير ربما وإحيانا بيخرطوا الناس فيها الأزمولاريتي لما يكون فيه R فهي عم تحكي عن عدد المنحلات للجزيئات بواحد لتر R لتر بينما الأزمولاريتي لما تكون عدد المنحلات بواحد كيلو من السائل المحل فالأزمولاريتي بالكيلو والأزمولاريتي باللتر نحن عادة بالتلينيكال براكتس منقول الأزمولاريتي ومنستخدم ملي مول أو ملي أزمول باللتر وهذا غلط نحن نقول كأنه نحن عم نحكي عن الأزمولاريتي بس مع ذلك ما فيه فرق كبير بيناتهم لأنه الماء لتر ماء عن كيلو ماء ما كتير فيه فرق وبالتالي ما لقيمة سريلية هين معلومة ربما فقط إذا مرأت عليكم تعرفوا الفرق بين الأزمولاريتي والأزمولاريتي حلولية البلازمة هي ممكن نحسبها وممكن ننقيسها إذا أسناها الطبيعي هو 285-295 ملي أزمول باللتر مرتين عم هيك عن الأزمولاريتي وعم نقول باللتر وهذا غلط بس معلش ما قلت إنه هذا الشيء مقبول ممكن نحسبها كالكوليتد أزمولاريتي أو أزمولاريتي هي 2 ضرب الصوديوم زائد لو كلهم بالملي مول أو بالميك 2 ضرب الصوديوم زائد البلوكوز زائد اليورية بيطلعوا كلهم معنا إذا جماعتهم بيطلع هذا الرقم به أحوان 290 ملي أزمول باللتر لو أنا عم استخدم الميلي جرام مثل الويستين نحن بأمريكا معظم ما شايف اشتراك فيها كله بيشتغل بالميلي جرام ما بيشتغل بالميلي مول فالصوديوم دائما بالميلي مول أكيد نظر بالميلي مول السكر إذا فرض ما هو 100 تقسيم 18 فبيطلع 5 إذا كان بالميلي جرام البيوين تقسيم 2.5 إذا كان بالميلي جرام فبتحول لميلي مول فبتجمعهم مع بعضهم بيطلع معك الكالكوليتة الأزمولاريتي هلأ في مفهوم تاني كمان لازم عرج عليه الفرق بين الأزمولاريتي أو الأزمولاريتي والتونيسيتي التأترية الأزمولاريتي هي الحلولية والتونيسيتي هي التأترية الأزمولاريتي هي وتقدير عدد المنحلات في سائل في هالسائل في عندك 10 جزيئات منحلات 20-30 حسب اللي هي بس فقط عدد الجزيئات المنحلة بهذا السائل بينما التونيسيتي هي مفهوم أدق بعبره عن الحلولية الفعالة شو معنات هذا الكلام؟ التونيسيتي هي عدد الجزيئات اللي موجودة بمحلول التي قادرة على تحريك الماء أو تعمل عبر الغشاء يعني أنا في عندي غشاء نصف نفوذ في عندي جزيئات على طرف هذا الغشاء هاي الجزيئات موجودة بتركيز أعلى على هذا الطرف مقارنة بتركيز الطرف الثاني فهذه الجزيئات إلها التونيسيتي هذي بتعمل تونيسيتي تعمل تأترية تسحب الماء لعندها تعمل أوزموتيك فورس بينما زي كان تركيز هاي الجزيئات على طرفي غشاء متعادل فهي ما لا بتعمل أي تونيسيتي لأنه زي كان التركيز نفسه على الطرفين الماء ما حيتحرك من الطرف لطرف لأنه نفس التركيز ما هي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السرقة مثل ما اعلنا نفس الكلام المani통 اذا بدي اعطي levanthe الوسمة الدماغية المبدأ ان هو الميت slowing يسحب السوائل من الدماغ الميتishna الميتéral ما بيعبر الحاجز الوعاء الدماغي ما بيعبر الخلايا والماغ bloody وبالتالي يسحب الماء من داخل الخلايا والكathaale بالمقابل يوجد الاسمائي هذه الجزيئات التي لا تنتشر على طرفين غشة وتنتشر وتمThign telling وبالتالي تتزيد الأوسم 있는데 تبع quelle البلازمة لكن لا تؤثر على التونيسيتي ما بتحرك الماء على طرفي غيشاء مثلا اليوريا تنتشر على طرفي الغيشاء الخلوية التانية ما بتغير من توازن الماء الإثانول مثلا كلهم هدول الميثانول والكحوليات كلها تزيد الأزموليتي بس ما بتزيد التونيسيتي في حالات خاصة اليوريا بتصير افكتيف أزموليتي لما يكون في اتفاع شديد باليوريا وهذا الكلام ربما حكيته بمحاضرة تانية ما رأى على مخاضرتنا اليوم لأنه بيكون عبورها للحاجز البيعاء الدماغي أو تغير تركيزها عبر الحاجز البيعاء الدماغي بيأخذ وقت وبالتالي ممكن تعمل الوزمة دماغية لو نزلتها بشكل سريع التونيسيتي ربما اجت الكلمة هايبرتونيك versus آيزوتونيك versus هايبوتونيك لما بحط قريات حمراء انفيترو هذا الكلام خارج الجيس إذا كان السائل مفرط التوتر الحلولي بيعمل هايبرتونيك في بسحاب السوائل من داخل الخلايا بيصف عندها تقلص عن كيماش الخلايا إذا ما تغير حجمها فهو آيزوتونيك وإذا كان يصار في عندي هايبوتونيك حول الخلايا وتنتبج الخلايا لأن السوائل تدخل من خارج من الوسط لداخل الخلايا الحمراء وتنتبج وبنحل فهذه الهايبوتونيك فلويد الهايزوتونيك فلويد مثلا النورمان سالين هو آيزوتونيك الـ D5 هو آيزوتونيك بالمناسبة الـ R هي كلها آيزوتونيك الهايبوتونيك مثلا استخدمت نصف نظامي النصف نظامي هو هايبوتونيك أو مثلا الماء الحر هو هايبوتونيك هذول كلهم بيأذوا الخلايا بيعمل فيها بيخلوها تنحل فبرجع لمنفهوم الـ Osmolality versus Volume الجسم بتحكم بتركيز الصوديوم أو الـ Osmolality بآليات مختلفة عن تحكمه بالحجم أو كمية الصوديوم الكلية بالجسم دقوا كثيرا على هذا السلايد وحفروه بأذهانكم كم تركيز البلازمة من الصوديوم أو كمية الصوديوم الكلية بالجسم هذا Volume وهذا Osmolality فالهرمونات اللي بتتحكم بالـ Osmolality والآليات اللي بتتحكم بالـ Osmolality صعودا وهبوطا مختلفة تقريبا أو جزئيا عن الآليات اللي بتتحكم بالـ Volume فبالنسبة للـ Volume في عندك الـ Hypo-Volumia وفي عندك الـ Hyper-Volumia أصل الحجم بيتفاعل جهاز الراس بيتفاعل الـ Renine الـ Aldosterone الـ Renine الـ Aldosterone الـ Aldosterone بكلية ما بديعيد للآلية والـ Aldosterone بيحبس الصوديوم بيحبس الماء بيمنع بيرفع الضغط الـ Vasoconstrictor اللي هي الأدينيرجيك اللي هي الأدينيرين كمان من الآليات اللي بترفع الحجم لأنه هي كمان بتفاعل بتزيد من تأثير الأنجوتنسين وهي مقبضات وعالية فهي كلياتها آليات أو هرمونات بتأثر أو بتخلي بتحافظ على بتدفع الكلية أن تحبس الصوديوم هاي آليات نقص الحجم لما بالمقابل بيصي في عندي بيصي في عندي فرط بالحجم الوعائي الوذينة بتتمدد البطينة بتتمدد بينفرز الـ AMB الأثر إلى الـ Natriuretic Peptide الـ Brain Natriuretic Peptide اللي هو من الفنتريك الهدول الاتنين بيروحوا بيعملوا بيزو ديليشن بيروحوا على بنزلوا الضغط بنزلوا حجم الدم ربما بيروحوا على الكلية بيأثروا على الكلية مباشرة أنه بيطرحوا الصوديوم بيعاكسوا تأثير الرينين وبيزيدوا من الـ GFR وبيطرحوا الصوديوم زيادة وبالتالي بيخلوا الكلية تطرح صوديوم زيادة Natriuretic Peptide وDiuretic Peptide فهذه الجملة هي الهرمونات اللي بتنظم الفوليوم لاحظوا أنا هون ما حكينا عن تركيز الصوديوم هي فقط إلى زيادة حبس الصوديوم أو طرح الصوديوم كاملا من الجسم بالمقابل الآليات تنظيم الأوزموناليتي هي شغلتين أساسيات لما بتزيد الأوزموناليتي أو بتنقص الوارد بيزيد أو بنقص عن طريق آلية العطش والصادر بيزيد أو بنقص عن طريق الفيزو برسين اختصار فإذا صار في عندي زيادة بالأوزموناليتي الإنسان اللي بيعطش تفعيل مركز العطش وبالتالي بيجيبه يشرب ماء إذا كان صاحب واعي و الكلية الADH يبينفرز مشان يمنع الكلية من طرح الماء وبالتالي بيزيد كمية الماء بالجسم وبتخف الأوزموناليتي والعكس بالعكس لما بتنقص الأوزموناليتي البلازمة بيصير ممددة آلية العطش بتثبت وبالتالي ما بيعطي بيقدر يشرب كتير الواحد أو ما بيعطي إلو رغبة يشرب إلا إذا أجبر حاله يشرب وقتا بيصير معضن أصوديوم والADH بيتثبت وبالتالي الكلية بيصير فيه عندك قدرة أنه تطرح الماء باختصار هذا هي آليات الأوزموناليتي الثيرس العطش والADH هلأ آلية العطش أنه مثل ما قالنا لما بتزيد حلولية البلازمة العطش بالإنسان بيشرب ماء وبالعكس ولما بتزيد حلولية البلازمة الكلية بتبطل تطرح ماء وبالتالي الADH بيطلع بتبطل تطرح ماء وبالعكس طبعا نفس الكلام لاحظوا هون حلولية البلازمة مقابل التركيز الADH لما يكون الحلولية بالمجال الطبيعي هو حوالي 290 الADH تقريبا هون مانو الADH مانو بالمستوى الدنيا الحلولية عم تزيد البلازمة اوزمواتي عم تزيد وفراز الADH عم يزيد وبالتالي كلية عم تبطل تطرح ماء وبالتالي عم يحاول يصلح الاوزمواتي قاية العطش تتفعل طبعا هون وبالتالي بيشرب المريض مياه أكتر وبالتالي كمان بيرجع اوزمواتي للمستوى الطبيعي تقريبا نفس الكلام هون حجم البول وهون حلولية البول هون افراز الADH أو الADH وهون الارجيني وهون الحلولية تبع البلازما فالحلولية تبع البلازما هادا هون الشيء الطبيعي حوالي ال290 تقريبا ال-ADP يبدأ افرازه لما بتزيد حلولية البلازما بيلحقه قريقة العطش تتفعل بحلولية أعلى لما عم يزيد افراز ال-ADH او الارجيني فيزا برسين كمية البول عم تنقص لا حصل لما عم يزيد هاد كمية البول عم تنقص وحلولية البول عم تزيد اختصار لأنه ال-ADH عم يمنح ترح الماء مرة ثانية حلولية البلازما عم تعلق ال-ADH عم يزيد افرازه آلية العطش عم تتفعل حلولية البول عم تزيد وكمية البول عم تنقص هاي هو تأثير ال-ADH لما بيصير الواحد عنده حلولية والعكس بالعكس المشكلة انه ال-ADH ما هي الشغل الوحيد اللي بتفعل ال-ADH في كتير شغلات بتفعل ال-ADH من هون ال-hypovolumia حكيين انه ال-hypovolumia من آليات الهرمونات اللي بتفعل بال-hypovolumia نقص الحجم الرأس وال-adrenergic system للأسف ال-ADH بحالات ال-hypovolumia الشديدة اللي بصيف عندي نقص 10 مئة من حجم الدم أو ال-volume بصيف اندي افراز ال-ADH و-ADH بهالحال اللي حيمنع الطرح الماء وهذا حيساهم بإحداث نقص بالصوديوم فهي من أحد هي أول يعني رابط بين اللي بيخلي الإفراز غير الملائم ال-ADH أو غير المناسب ال-ADH بيخلي في عندي يعني لاحظ كل ما نقص كل ما زاد ضياع الدم ال-ADH حيطلع حيينفرز بدءا من 10% تقريبا بمأنه فالعلاقة بين ال-osmolality وبين ال- ال- ال-Vasobrasine مثل ما أزالنا من 280 كل ما زاد ال-osmolality كل ما زاد إفراز ال-Vasobrasine حيطا حالة الحجم الوعائي لما يكون في عندي hypovolumia أو hypervolumia ممكن هذا الكير أو المنحنة يكون إنحناء مختلف يعني لما يكون في عندي حالة hypovolumia ممكن ال-ADH ينفرز حتى لو كان ال-osmolality منخفضة يعني لاحظ هنا مثلا نقص 20% من حجم الدم ال-osmolality 270 المفروض ال-ADH يكون مثبت هنا لكن هذا هو عالي بسبب نقص الحجم الشديد وبالمقابلة يكون في عندي فرض حجم شديد ربما إفراز ال-ADH لا يكون بالشكل الأمثل فمرة ثانية حالة الحجم hypovolumia هي أحد محرضات إفراز ال-ADH هيك وصل لنهاية المحاضرة الأولى أو الجزء الأول الخلاصة اللي بديو وصلكم إياها أنه ميزوا بين تركيز الصوديوم وبين كمية الصوديوم بالجسم تركيز الصوديوم هو ميك باللتر كمية الصوديوم هو عدد هو تركيز الصوديوم لو قلنا ميك باللتر مثلا 135 ضرب حجم الانتشار طبع الصوديوم مثل ما أنه كمية الصوديوم الكلية بالجسم هو حوالي 4200 ميك هدول ما كله موجودين بالمناسبة بالسواعيل في جزء منه منجوب بالعظم بعد قيمته هل حكي ممكن نشرحه مرة ثانية أو نتعمق فيه أكثر بالمحاضرات القادمة السلام عليكم